برحب بيكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب بقناة الحياة أهلا بيكم وبمدخلاتكم وباستفساراتكم وبأسئلتكم حوالين موضوع هذا اليوم برحب بيك دكتور أشرف عزمي أهلا بيك أخ بيتر وكمان أنا برحب بكل الإخوة المشاهدين في الإخوة طبعا والأخوات في كل مكان أهلا بيك بذكر حضراتكم أن احنا ما زلنا بنكمل نقاشاتنا ودراساتنا حول تحريف الكتاب المقدس شفنا في ثلاث حلقات ماضية للامتابع معنا من بداية الجزء الأول ثم الثاني ثم الثالث النهاردة احنا في الجزء الرابع من دراستنا وبحثنا حول موضوع خطير جدا هو تحريف الكتاب المقدس ومخطوطاته شفنا في العهد القديم وشفنا في العهد الجديد أيضا وشفنا فيديوهات حول اعتراضات كثيرة عليه وأتهمات كثيرة حوله النهاردة احنا بنكمل في موضوع هام جدا جدا ممكن تكون ما سمعتش عنه قبل كده ممكن تكون أول مرة النهاردة تسمع عنه فأكيد هتستفاد كتير لما تكون بتتابع معنا برحب بيك دكتور أشرف مرة تانية أهلا بيك وحبين ندخل في موضوع هذا اليوم المرة اللي فاتت في عجالة ما كانش عندنا وقت كتير المرة اللي فاتت نحن نتناول رسالة يحنا الأولى والآية المذكورة في أصحاح خمسة وعدد سبعة بس حابب المرة دي شوية نقضي وقت فيها وبعدين ناخد بعض أيضا الأمور المتعلقة بنقد البعض لبعض النصوص الكتابية وإزاي الكتاب المؤدس بيرد على الأجزاء دي بخلينا ممكن ناخد فيه فيديو عن يوحنا الأولى خمسة وعدد سبعة نسمعه وبعدين ناخد بعد كده المناقشة بتاعتنا عن هذا النص هذا في الحقيقة نوع من أنواع التحريف أسميه بتحريف الأقوص له الكثير من الشواهد في الكتاب المقدس في العهد الجديد تصل إلى أربعين شاهد نأخذ بعض هذه الشواهد كأمثلة في هذا اليوم رسالة يوحنا الأولى خمسة على سبعة نص خطير جدا رسالة يوحنا الأولى خمسة على سبعة سأقرأ من هذه النسخة البراطستنتية ما الذي فيها فإن الذين يشهدون بعدين يفتح أقواص يفتح قوس في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد والذين يشهدون في الأرض كمان هذه العبارة التي قرأتها بين قوسين إيش معنى بين قوسين يعني عبارة ليست أصيلة غير متأكد منهم كل ما هو أمامكم بين قوسين هذه العبارة غير متأكدين منها فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد موجودة هنا بين أقواص هذه نسخة براطستنتية أخرى نسخة براطستنتية أخرى صورة عن هذه لكن العجيب أن النص فيها من غير أقواص موجود النص لكن من غير أقواص نشوف نسخة أخرى نسخة الرهبانيين نسخة الرهبانية اليسوعية التي أنجزها العلماء الكاثوليك النص فيها كالتالي فإن الذين يشهدون ثلاثة الروح والماء والدم ما مذكر فيها الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد لقد حذفوا هذا النص النص محذوف من نسخة الرهبانية اليسوعية النسخة الكاثوليكية نسخة كاثوليكية النص موجود من غير أقواص لأن الذين يشهدون في السماء ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد الترجمة العربية المشتركة النص أيضا محذوف منها حذفوا من الترجمة العربية المشتركة والذين يشهدون هم ثلاثة الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم واحد وين نص التثليث؟ فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد وين النص الوحيد الذي بالكتاب المقدس يدل على التثليث؟ يقولون في الهامش هذه العبارة هذه الإضافة وردت من بعض المخطوطات اللاتينية القديمة هي غير موجودة في الأصول اليونانية هذه العبارة غير موجودة في أي مخطوط يوناني مكتوب قبل القرن الخامس عشر الميلادي هذه العبارة غير موجودة في أي مخطوط يوناني قبل القرن الخامس عشر الميلادي وهي الدليل الوحيد الذي يصلح في الدلالة على عقيدة التثليث طيب من وين أتوا به يقول لك من ترجمة لاتينية هو غير موجود في الأصول لكن موجود فيه في التراجم الآن لو فتحنا ترجمة من تراجم القرآن فوجدنا فيها نصا غير موجود في العربي ماذا نفعل به لا قيمة له لكن الجماعة جعلوه عدة وعتاد لعقيدة التثليث عقيدة التثليث مبنية على هذا النص نسخة تضعه بين أقواس نسخة تحذف الأقواس وتبقي النص فيصبح جزءا من كلام الله هذا النص غير موجود بأي مخطوطات قبل القرن الخمستاشر أول حاجة النقطة الأساسية دعوني أبدأ بها أنه دايما في الكلام اللي بيقوله فيه مغالاة وهدف المغالاة أنه يوصل للمشاهد يعني الفكرة العايزة وصلها أنه التحريف وأنه نص غير أصيل إلى آخر أنا عندي كام نقطة حيوة أتكلم فيهم وإحنا نتكلم أولا عن يوحن الأولى خمسة وعداد سبع أول حاجة بيقوله عبارة وجودها ما بين الأقواس أو أفسر أنه وجود شيء ما بين الأقواس معناه أنه هذه العبارة غير أصيلة وده كلام غير صحيح بايس؟ كلام غير صحيح ليه؟ لأنه بين الأقواس بتعني أنه وجدناه بعض المخطوطات لكن بعض المخطوطات الأخرى مش موجودة فيها بايس؟ لكن هل أنه دون تشكيك في أنه النص أصيل؟ لا، وجودها ما بين الأقواس بيعني وجودها في مخطوطات وعدم وجودها في مخطوطات أخرى فهو ده كلام غير صحيح هو نال بشكل عام مش موجودة في أي مخطوطة قبل القرن الخمستاشر سبب دايما الوجود بين المخطوطات ما نتكلم عن المخطوطات دي سبب الوجود الأقواس في بعض الترجمات هو أنه النص ده وجدناه في مخطوطة لكن مخطوطة تانية لا لسا نتكلم عن الديتس أو التواريخ بتاعة المخطوطات لكن الحاجة التانية اللي حاوبة أقولها بردو قبل ما أتكلم عن الديتيلز بتاعة النص ده أنه هو بيقول الدليل الوحيد الذي يصلح للدلالة على عقيدة التسلس على التسليس وكأنه لا يفقه شيء عن التسليس يعني لو واحد قال عبارة زي كده يبقى فعلا لهو درس التسليس ولا درس طبيعة الله مثلس الأقانين ولا درس الكتال المؤدس والشواهد الكثيرة اللي تتحدث عن التسليس فأي عقيدة إيمانية أساسية مسيحية مش ممكن أبدا تبنى على نص مهما كان تبنى على نصوص كثيرة من أول سفر التكوين إلى نهاية سفر الرؤية على إثباتات واضحة صريحة لا تحتمل الشك فدي بس نحاول نجي بقى للنقطة بتاعة الذين يشهدون في السماء هو بيختزل شرح التسليس في الآية دي بس هو طبعا بيختزل وبيزود من عنده الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح الكدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد اللي محطوطة بالحمر دي الأحمر دي الآية اللي هي إيه عليها المشكلة كويس؟ والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم في واحد لما نيجي بقى للجزء ده هذه الآية في عدد من الترجمات محاطة بقصين فيها قصين محطوطة ما بين أقواس ومكتوب في الحاشية في بعض الترجمات الأخرى أنها غير موجودة في عدد من المخطوطات يجي السؤال المهم فهل هذا يهدم عقيدة التثليس؟ ده أهم سؤال وأعتقد أنه من الأسئلة المهمة جدا هل وجودها أو عدم وجودها؟ هل وجودها يؤيد عقيدة التثليس وعدم وجودها يهدم عقيدة التثليس؟ هنشوف عندي بعض الملاحظات الأول على النقطة دي أو الآية دي الآية دي في كل الكتابات مفسرين والكتابات الخاصة برسالة يحنى الأولى بيطلق عليها كومة يحنوم أو بمعنى الجملة اليحنية يعني كلمة كومة بالآتين بتعني جملة فهي بتعني الجملة اليحنية اللي مذكورة في يحنى خمسة وواحد لماذا تضع أغلب الترجمات الحديثة هذه العبارة بين قصين؟ ليه الترجمات اللي بين إيدين النهاردة وبالأخص الترجمات اللي احنا نقول عليها إيه؟ الترجمات التي تميل إلى النحية الأكاديمية أكتر بتحط العبارة دي الآية دي ما بين قصين هل لأن الترجمات دي أقل تمسكا بعقيدة التثليس فبتستغنى عن هذه الآية؟ يعني ليه سبب هل لأنها لا تؤمن بعقيدة التثليس؟ فمسلا الترجمة اليسوعية أو الترجمة الكاثلوكية هل عدم موجود الآية دي في هذه الترجمات يعني أنهم أقل تمسكا أو عدم إيمانا منهم بعقيدة التثليس؟ طبعا لا يعني السؤال المتعلق بهذه الآية ليس مبني على صحة الآية بل على المخطوطات في فرق ما بين حاجتين مهمين جدا وإحنا بندرس الجزء ده الحاجتين دول هما إيه؟ الموضوع كله متعلق بغير متعلق سوري بالوحي الإلهي يعني أنا حطيت هنا موضوع آية يحن الأولى خمسة سبعة ليس متعلق بـ بالوحي نص لكنه متعلق بنسخ النص الوحي لا وحي معصوم النسخ ممكن الناسخ يخطئ لأنه الناسخ بشر بيكتب من مخطوطة لمخطوطة عشان كده النقطة الأساسية اللي إحنا بنتكلم فيها ليس وحي النص لكننا بنتكلم على نقل النص كويس؟ دي حاجة حاجة تانية المشكلة تكمن في أن الآية مسكورة في المخطوطات اللاتينية التي تعود إلى القرن السابع الميلادي والتي تعتبر النص الأصل المستخدم في الفولجاتا اللاتينية اللي اتطبعت سنة 1592 الآية اليحنية دي موجودة فقط في ثمن مخطوطات يونانية يعني هو لما قال أنها غير موجودة في كل المخطوطات اليونانية ده كلام غير صحيح موجودة في ثمن مخطوطات يونانية وكلها تعود إلى القرن الاربعتاشر أربع من هذه المخطوطات كتب النص على الهامش طيب إراسموس خلينا أكمل الجزء ده طيب وأخذ اللي أنت عايزه من الأسئلة ميش إراسموس وهو عالم يوناني مسيحي وأول من وضع يعني جمع المخطوطات وعمل لنا العهد الجديد باليوناني طبع لينا سنة 516 الطبع الأولى العهد الجديد وسنة 519 الطبع التانية لم يضع هذه الآية في الطبع الأولى والتانية ليه لأنه لم يجدها في مخطوطات بعض المخطوطات فقال يبقى أتجنبها جي في الطبعة الثالثة حط لينا الآية دي حط لينا الآية دي بعد أن وضعها إراسموس في العهد الجديد اليوناني بدأت بعض الترجمات أو الترجمات الأخرى تأخذ إيه تعتمد على النص دوان بتاع إراسموس وتأخذ الآية من إراسموس طيب السؤال المهم هل الآية اليحنية جزء من الكتار المؤدس وليست جزء من الكتار المؤدس ده السؤال المهم يعني هو السؤال اللي بتراحه هل أضيفت هذه الآية لكي ما تصلح للبرهنة على عقيدة التثليس كما يدعي أم أن هذه الآية موجودة هل أضيفت ولا موجودة هذه الآية من النحية الكتابية هي آية صح وحق وكل كلمة فيها صحيحة لهوتيا كويس ده فأحنا مش بنتكلم على أنها صح ولا لكن احنا بنتكلم على وجودها في مخطوطات وعدم وجودها في مخطوطات هل عدم وجودها يؤثر ده السؤال على إيماننا بالثالوس الأقدس يعني الآية دي لو أنا شلتها أفترض أنها مش موجودة لو أنا شلتها من يحنى الأولى هل عقيدة الثالوس سقطت وبهذا يكون أيضا سقط لهوت المسيح ها والإيمان المسيحي طبعا لا لا وألف لا وألف لا وألف لا ليه لأن عقيدة الإيمان بالثالوس مبنية على كل الكتاب على طبيعة الله الواحد المثلث الأقانيم الوحدانية الجامعة الآب ذات الله الكلمة كلمة الله الروح الكدس روح الله وفيه شواهد كتيرة يعني لو أرى بس الأنجيل من معمودية الرب يسوع بنرى الآب والابن والروح الكدس في التجلي بنرى الآب والابن والروح الكدس أيضا في تكليف الرب يسوع للتلاميذ اذهبوا إلى العالم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح الكدس ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح الكدس الكنام أدس كله حتى لو أنا حبيت أرجع لسفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والأرض وقال الله يبقى في الله وكلمة الله وروح الله يرف على وجه المياه يعني عقدة التثليس سواء بدأتها من العهد الأديم بالإشارات اللي موجودة فيها أو جت للعهد الجديد النصوص الواضحة الكتير جدا اللي كمان متعلقة بطبيعة المسيح والكلام عن شخص المسيح في الأناجيل هنقدر نعرف أنه الآية دي وجودها كويس مهم عدم وجودها لا يدمر عقدة التثليس نهائي كويس أجي الجزء آخر طب يعني لكن موجودها ما بين قصين بيعني أن إحنا أمناء مع النص بيعني أنه الدارس اللي أنا لو أنا جيت كشخص باحث كويس في المخطوطات وجيت وفرشت المخطوطات دي قدامي كلها وشفت أنه في مخطوطات يونانية وفي مخطوطات لاتينية وقلنا عندنا أكتر من خمس تلاف وسبعمائة مخطوطة يونانية وعندنا حوالي عشر تلاف مخطوطة أيضا لاتينية وعندنا يعني عدد آخر من المخطوطات الكتيرة اللي الترجمة الإبطية والترجمة السريانية والترجمة الأشورية كل دي ترجمات الأديمة فاحنا لا نخفي شيء لما بنيجي عندي نص نقول أنه موجود هنا ومش موجود هنا بنحطه ما بين قصين لأنه هذه هي الأمانة العلمية وعلى فكرة أنا حابب بس أشجع الدكتور مونكس في كتاب صدر حديثا كويس هذا الكتاب هو الكتاب الأول من 14 قرن اللي يوجد عندنا كتاب مثله كتاب يتناول مخطوطات القرآن ويقارن ما بين المخطوطات ويبين الفروق ما بين المخطوطات ويا دكتور مونكس لو أنت اقتنيت هذا الكتاب هتبقى مندهش من أنه في النسخ بتحصل أيضا بعد الأخطاء كتاب ده موجود للباحث محمد المسيح وهو موجود الآن أيضا على الأمازون لكنه كتاب قيم جدا وبيوريك علم المخطوطات من الناحية العلمية إزاي أن أنت وإحنا عايزين رد بقى منك على اللي موجود في هذا الكتاب من أمور ومن تناقضات موجودة ما بين مخطوطات القرآن التسعة المشهورة أنا بس حابب يعني فيه سؤال بيطرح بنفسه كده من اللي حضرك قلت بقول ليه بيطرح نفسه هو بيعني سؤال فرض نفسه الحقيقة لأنه حضرك يعني ذكرت بالذات الآية دي الوحيدة في الكتاب المقدس اللي وجدت في مخطوطات ومخطوطات أخرى لم توجد وحضرك ذكرت أنه فيه إيراسموس عالم اللغة اليونانية أنه في الطبعة الأولى للكتاب المقدس في 1516 والطبعة الثانية 1519 كان محطش الآية دي وبعدين في الطبعة اللي بعد كده 1521 حطها السؤال اللي بيطرح نفسه ليه بيزات الآية دي في الكتاب العهد الجديد كله أنه تذكر وتوجد في مخطوطات ومخطوطات أخرى لن توجد وليه بالذات لما جيه يطبعها وإيراسموس عالم اللغة اليونانية مرتين ما تبعهاش ومرة برضو فيه طبعا هتلاقي كلام كتير هو ليه تبعها وليه مرتين ما تبعهاش ومرة تبعها طبعا البعض اللي هم متشككين في صحتها هيقولك هو ضغط عليه من الكنيسة الكاتوليكية فكان لازم ينزلها لكن الحقيقة غير كده الحقيقة أنه احنا كل يوم بنكتشف مخطوطات يعني يعني الاكتشافات المخطوطات مازال مستمر السنة اللي فاتت أكتر من حاجة وخمسين مخطوطة جديدة اكتشفت فأنا لما لما يكون عندي مجموعة من المخطوطات بتكلم على 1576 فالنهاردة في الاكتشافات وعلم الأثار شغال في أماكن مختلفة كثيرة في العالم وكتابات الأباء وكل كلمة قديمة لها النهاردة قيمة كبيرة جدا أكيد يعني في مرة كنت بيشتغلوا على بحث في المخطوطات وجابوا بيشتروا من مصر ومن البلاد الأخرى بيشتروا من هناك انت عارف الموميز المومية بيبقى لها ماسك ماسك على الوجه كده بيتعامل الماسك دوا من ورق البردي كويس اللي هو ريسايكل اللي يكون استخدم وبيجيبوا ورق البردي دوا اللي هو شوية داب ويجمعوه ويحطوه له صمغ ومش عارفه وبعدين يعملوه على الوش كده طبقة صمغ وبعدين يرسموا بقى العيون بدي الحاجات دي بتشترى وبيجيبوها وبعدين يحطوها جوه مواد معينة يفككوها فاللي بيتفكك السمغ بيدوب ويبقى عندك قطع البردي القديمة قطع البردي دي بترجع للقرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث يعني في مرة اشتغلت على واحدة من دول مع بعض الخبراء والقينة آية جملة بترجع لإنجيل مرقص فالحاجات دي بتتجمع ويبقى عندك يعني دي يعتبر مخطوط دي تعتبر جز قصاصة من مخطوط فممكن يكون أرازموس المخطوطات اللي عنده اللي كانت موجودة في الطبعة الأولى والتانية ما كانش فيها الدليل القوي على وجودها لكنه وجد مخطوطات يونانية أخرى بعد كام سنة قدت له الدليل واليقين على أنه هذا النص نص أصيل في الكتير المؤدس فعش كده حطه والسبب وراء وجودها في بعض المخطوطات والمخطوطات الأخرى السبب هقولك حاضر عيني خلينا أقول الأول أنا أتكلم عن ممكن الناسخ بيعمل إيه وهو بينسخ الآية دي الآية موجودة في الترجمة اللاتينية القديمة التي كانت متدولة في أفريقيا وموجودة أيضا في قانون الإيمان في الكنيسة اليونانية وفي صلواتها الكنيسة اليونانية أما نص قانون الإيمان الكنيسة اليونانية فهو كالآتي إن الله حق أزلي خالق كل أشياء المنظورة وغير المنظورة وكذلك الإبن والروح القدس وكلهم من جوهر واحد فإن يحنى الإنجيلي قال الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح وهؤلاء الثلاثة هم واحد كمان الصلوات القديمة التي تتلوها الكنيسة اللاتينية في الأعياد وفي عماد الأطفال يتضمن هذا النص ثرتليان اللي هو في القرن الثاني وكيبريان اللي هو في القرن الثالث وإيرونيموس في القرن الرابع والأساقف الأفريقيون في أواخر القرن الخامس اقتبسوا هذه الآية وتحدثوا عنها ومن الأدلة الدخلية على صحة هذه الآية أن صياق الكلام يستلزم وجودها ليتم المعنى قاليني أوريك بقى الآية دي الآية دي أول حاجة لما بنقراها بنعرف أن دي لغة يوحنا يعني النهاردة لو أنا مثلا ديت لك صفحة أنت ما تعرفش الصفحة دي منين بس أطعت لك صفحة أو كتبت لك آية واثنين من رسائل بوليس الرسول وما أقولت لك شي أنه دي بتاعت بوليس أقول لك اقرأ الآية دي وقل لي من خلال دراستك شخصية مين هتقول لي بوليس أقول لك ليه بوليس تقول لي لأن بوليس بيكلم عن النقطة دي والنقطة دي ده أسلوبه ده كلامه الآية دي بقى هي أسلوب يوحنا ويوحنا ذكرها بس بطرق مختلفة في نصوص مختلفة أذكر منها خليني أعدي دي وأذكر منها في يوحنا 8 وعدد 18 النص ده مهم جدا لو أنا ما أكلم عن الشهادة الثلوس لبعض في يوحنا 8 وعدد 18 يقول إيه أنا هو الشاهد لنفسي الكلام هنا للرب يسوع لو كل المجد أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي إيه الآب يبقى عندنا شهادة الآب خلي بالك وعندنا شهادة مين الابن اللي هو إيه الكلمة مهمين أو يدول الآية دي فيها شهادة الآب أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد ليه الآب يبقى شهادة الابن وشهادة مين الآب هروح لآية أخرى يحنى 15 وعدد 16 بتقول لنا ايه رب يسوع برضو هو في كلامه مع التلاميذ بتكلم عن الروح القدس يقول لهم ومتى جاء المعزي الذي سأرسل أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثك فهو يشهد لي ويبقى هو هنا شهادة مين الروح القدس يبقى الآية الأولى فيها شهادة الابن الكلمة وفيها شهادة الآب الآية التانية فيها شهادة مين الروح القدس طبعا الآية دي ما بتتكلمش خالص عن محمد يعني الروح المعزي ده معزي صفاته لا تنطبق أبدا على رسول الإسلام وروح الحق لا يمكن أبدا أن يكون هو روح الحق الذي من عند الآب ليس هو من عند الآب ولا يشهد للمسيح ده بالعكس ده ضد المسيح يعني يعني فمش ممكن تنطبق الآية دي على على رسول الإسلام كما يدعي بعض الإخوة المسلمين فأنا عندي المهم يقول لي هنا التلاتة دول موجودين شهادة التلاتة شهادة الآب شهادة الكلمة شهادة الروح القدس شهادة الآب شهادة الابن شهادة الروح القدس عش كده فإن لدينا يشهدونا في السماء هم تلاسة الآب والكلمة والروح القدس ده أسلوب يحنى يحنى بقى حطها الآية دي ده مجهة مع بعض في آية واحدة في رسالته فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد يعني أنا لو جمعت الآيتين اللي فوق دول كويس لو جمعت الآيتين دول خليني كده إيه لو جمعت الآيتين دول كويس هلاقي الناتج بتاعهم الآية الثالثة فده بمعنى إيه بمعنى أنه ده أسلوب يحنى ما حدش ينفع يدخل الآية دي أو أو أنه يضيفها أو أنه طيب أجي بقى طب هي ليه موجودة ليه موجودة في في مخطوطات ومش موجودة في مخطوطات ده سؤال مهم ده سؤال مهم وليه الآية الأسهل والأوضح والمختصرة جدا في شرح السلوس والتسليس هي المختلف عليها لا أنا أختلف معك فيدي لأنه ليست هي الأسهل والأبسط الأسهل والأبسط اذهبوا إلى العالم أجمع وكريزوا بالإنجيل للخليقة كلها وعمدوهم باسم الآب والإب وروح القدس وليس بأسماء أنا لو قدامي الآية دي وقدامي الآية اللي حضرك قلتها هشوف أنه كلمة ثلاثة دي يعني أوضح بكتير جدا بالنسبة لي أنا كواحد مبتدئ أو واحد أو مرة يفتح الكتاب أو واحد بيدور على أي حاجة بسيطة يمسك بها عقيدة السلوس مش باحث زي حضرتك والذين يشهدون في السماء ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس بأس كده ماش أوكي وانا قلت لك ليه بالذات السهلة هي عليها اللغط هي مش عليها اللغط على قد ما هناك فيه ممكن يحصل خطأ في النسخ وأنا هقول لك الخطأ ده بيتم زي سبب وجودها في بعض المخطوطات وعدم وجودها في المخطوطات أخرى بيرجع إلى حاجة بنسميها النهايات المتشابهة خطأ في النسخ أو جزء منه بنسميه النهايات المتشابهة نهايات المتشابهة يعني خلينا حط الآيتين دول تحت بعض علشان يبانوا أهم الآيتين دول أهم آية سبعة وآية كم ثمانية لما أجل آية سبعة يقول إيه فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة وعيس والنهاية الآية بيقول وهؤلاء الثلاثة هم واحد الآية رقم تمانية والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة والثلاثة هم في الواحد يبقى بيبدأ بالذين يشهدون والفقرة الأولانية بتتهي بثلاثة وبالآخر الآخر كلمة في الآيتين واحد الواحد أو الواحد كويس أنا النهاردة لما باجي بنسخ والآيات دي موجودة بسهولة جدا لو أنا لو أنا كتبت الآية رقم سبعة ممكن أعتقد لو بصيت الآية تمانية أعتقد أن أنا نقلت لأنه لسه كاتب الواحد طيب يعني لسه كاتب الواحد فعناية بتعمل إيه تنزل للآية اللي بعدها أو ممكن أنه أكتب الآية ما كتبش الآية الأولى وعناية تروح على الآية التانية لأنه الاثنين متشابهين فاكتب الآية التانية وممكن أطلخبط أكتر وأخد جزء من الآية الأولى الجزء الأولاني وأخد جزء من الآية التانية كويس ليه؟ لأنه النهايات متشابهة طيب ليه بالذات اللي حصل ده حصل بالذات في الآية دي؟ لأنه النهايات متشابهة ماهذا السبب؟ الآية دي فيها آية 7 وآية 8 نهايتهم الاثنين بدايتهم ونهايتهم واحد هل فيش أي آيتين متشابهتين؟ مش هتلاقي في العادي جديد مش هتلاقي مش هتلاقي الآيتين دول مش بس كلمة متشابهة إنت عندك الذين واحد يشهدونا اتنين في ثلاث كلمات السماء أربعة هم خمس كلمة ثلاثة سادس كلمة هم سبع كلمة في الواحد يعني تسع كلمات في الآيات الآيتين متشابهة فانت بسهولة جدا لانك انت يعني مش برينتينغ انت مش بتجيب النص ده وتحطه على البرينتر وتتبعه انت بتنسخ بإيدك واحدة من الأخطاء المعروفة في النسخ باليد هي النهايات أو البدايات المتشابهة كويس فده السبب عشان كده السبب دوا ده السبب الوحيد ده السبب الاعتقد الأساسي في عدم وجودها في المخطوطات في أسباب تانية لكن الآية 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 في فكري في إيماني آية أصيلة جدا عدم وجودها ما بين القصين بيعني انه هناك أمانة علمية ليس أقل أو زيادة عدم وجودها اذا افترضت عدم عمره ما بيدمر عقيدة الثالوس لانه عقيدة الثالوس أكبر بكتير جدا من آية هي كل الكتاب يعني ما ينفعش ان انت مثلا تاخد آية وتقول لي هدمر بيها لهوت المسيح لو حزفت آه يعني 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 مثلا أو حتى لو زي بعض الإخوة يقولك الرب يسوع قال انه ابي اعظم مني بما انه قال انه ابي اعظم مني يبقى كده هو ايه انتهت الانتهى لهوت المسيح ابدا ما ينفعش ليه لانه لهوت المسيح ليبنى على آية لهوت المسيح بيبنى على مجمل الرسالة كلها آه مجمل الوحي الالهي في العهد القديم وفي العهد الجديد فيه بقى طبعا لسه الدكتور منقص برضو عنده بعض الحاجات اللي ممكن ايه بس نتمنى انه دي تكون الى حد ان ما واتحك تلك القوز لا دي وتحت طبعا طبعا هو بيرى ايضا انه بعض التناقضات وبيقول انه ههدي التناقضات تدل على التحريف في الكتarda المؤدسي خللينا ناخد الفيديو الثاني فدر فدر وهذا طاهر إذن بعض الأطعمة نجسة وبعضها طاهر لكن في إنجين مرقص 7-14 تصبح كل الأطعمة طاهرة للمؤمنين وكل الأطعمة طاهرة للنجسين يقول اسمعوا مني كلكم وافهموا ليس شيء من خارج الإنسي إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه أي شيء إذا دخل في الإنسان لا يستطيع أن ينجسه لو أكلت خنزير ينجسه لا لا لو أكلت قادورات هل تنجسك ليس شيء ما في أي شيء من خارج الإنس إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه لكن الأشياء التي تخرج منه الفضلات فيها التي تنجس أما الداخل ما في شيء ينجس أبدا الخارج هو الذي ينجس أما الداخل لا ينجس التلاميذ ما فهموا على المسيح إيش اللي بيقولوا هذا سألوا إيش معنى الكلام هذا فقال لهم ليش الأشياء لا تنجس الداخل لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى الجوف لو أنت أكلت خنزير حيروح فين على قلبك لا على بطن إذن هو يصل إلى الجوف ولا يصل إلى القلب فهو لا ينجس إحنا يهمنا القلب بس ثم يخرج إلى الخلاء لما اندخل إلى الجوف ما قاعد في الجسم خرج مع الفضلات وذلك يطهر كل الأطئمة أي شيء تأكلوا مدام حيروح في الأخير في الخلاء فهذه الطريقة العجيبة الغريبة تطهر كل الأطئمة طبعا أنا عارف أنه حضراتكم كل واحد فيكم يعني بيضحك على الفيديو ده ويعني هو في حد ذات ويعني ما قراش النص حتى إراية بتمعهم هو هو رأى أنه سفر اللويين بيقول أنه فيه أطعامها ناجسة وأطعامها طاهرة وأنه المسيح قال أنه ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان فبكده يبقى التناقض وأنه اللي يخرج من الإنسان الفضلات طبعا رب يسوع بيكلم عن حاجة تانية خالص هو أبعد ما يكون أنه يعني رأوها في النص يعني عشان كده أنا كل اللي هعمله في الرد على عليه أنه هقرى النص يعني هقرى النص وقف عند بعض المحطات علشان أرد على اللي بيقوله فالنص بيبدأ فيه إنجيل مرقص وأصحاح سبعة وفيه عدد واحد بيقولين إيه واجتمع إليه الفرسيون ودول قوم كانوا متشددين نعتبرهم زي السلفيين كده متمسكين بحرفية الوصاية متمسكين بتقليد يعني إكرم يعني يحفظ يوم السبت حتنلاق خمسمائة وصية إزاي تكرم يوم السبت فهما مجموعة من اللي بتهتم بالتدين وليس بحالة القلب الحقيقية وقوموا من الكتبة الكتبة دول كانوا مسؤولين أيضا عن الهيكل وعن أمور الهيكل قادمين من أرشاليم ولما رأوا بعضا من تلاميذه من تلاميذ المسيح شافوا بعض من تلاميذ المسيح يأكلون خبزا بأيدي دانسة كلمة دانسة يعني غير مخصولة اللي هو الدانسة دي على فكرة في الفكر اليهودي هي نفسها اللي خدها الإسلام واقتبس منهم فكرة الوضوء يعني هو هنا مش بيكلم على إيد وزخة وإيد نظيفة وبيكلم على طهارة ونجاسة وعيس والطهارة تكون بأن واحد يمسك إبريق مية ويصب على إيدك يصب على المية تبقى نازلة على صوابعك لا ينفعش تعمل كده انت المية تنزل كده وتنزل زي الوضوء بالزبط تنزل كده فأنت لو مجرد أن نزول المية دي في الأرض ده معناه أنه النجاسة اللي في إيدك نزلت إيه نزلت الأرض دي الفكرة فهي تقاليد وعادات ليس لها علاقة بقلب الإنسان وبطهارة قلب الإنسان بيس بالزبط زي فكرة الوضوء يعني ممكن الواحد يبقى عامل وعامل 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 وبس يتوضع لشان يصلي فبيقول بأيدي دانيسة أي غير مخصولة لاموا 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 لتلميز لأن الفرسيين وكل اليهود إن لم يخسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون متمسكين بتقليد الشيوخ يبقى ده مختلف عن الوصية اللي في اللويين هنا بتتكلم عن حاجة مختلفة خالص بتتكلم على مش النص الإلهي اللي موجود في اللويين لكن بتتكلم على تقليد الشيوخ ومن السوق إن لم يختسلوا لا يأكلون وأشياء أخرى كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل كؤوس وأبريق وأنية نحاس وأسرة يبقى الموضوع كله موضوع إيه؟ موضوع كله إنه اليهود الفرسين المتدينين المتزمتين لاموا بعض تلميز المسيح لما شافوهم بياخدوا حاجات ويأكلوها من غير ما يخسلوها ده بالنسبة لهم كان المصيبة أو الطامة الكبرى ثم سأله الفرسيون والكتبة سأله بقى المعلم ما هو مش يسأله التلميذ سأله مين المعلم لماذا لا يسلك تلميذك حسب تقليد الشيوخ؟ هم عايزين التلميذ يسلكه بحسب النظام اللي هم حطوه بل يأكلون خبزا بأيدي غير مخصولة فأجاب وقال لهم حسنا تنبأ إشعياء عنكم أنكم أنتم المرائين ودي الآية المهمة جدا في كلام الرب يسوع ليه؟ هنا بيتكلم عن إشعياء تسعة وشرين حسنا تنبأ عنكم إشعياء أنتم المرائين كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا بمعنى إيه؟ أنه ليس غسل اليد هو اللي هيجعلك مقبول قدام الله ليس غسل الأياد والصحون والكؤوس والتطهير التقليدي النظافة الخارجية ده ده مش معناه أنه على فكرة المسلمين يعني بيعتبروا نفسهم أنضف من المسيحيين مع أنه ده العكس صحيح لأنه إحنا نهتمل بنضافة الجسد ونضافة القلب يعني لكن هي الفكرة وأما قلبه فمبتعد أهم حاجة في كلام المسيح هو بيتكلم عن القلب أنت بتفكر أنه أنت هتبقى مقبول قدام الله عندما لا تخصل البرتقال الفكهة ولا الثمار اللي أنت بتكلها ولا أن أنت لما تخصل الكؤوس أن أنت تبقى طاهر قدام ربنا اللي بينجس الإنسان قدام الرب هي حالة القلب وليس المظاهر الخارجية وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعليم هي وصايا الناس لأنكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس غسل الأباريك والكؤوس ده كلام مين؟ الرب يسوع شو بقى لهم ايه؟ ثم دعا كل الجمع يبقى هو وبخ أولا الفرسين ورح جامع الجمع يقدم بقى تعليم تعليم يفيد الكل وقال لهم اسمعوا مني كلكم وفهموا ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه يعني أنا لو لقيت مثلا تينا في شجرة وخدتها وكلتها ليس هذا ينجسني مش هينجسني ده ومالقيلي ينجسني لكن الأشياء التي تخرج منه وهنا الرب يسوع مش بيكلم يا دكتور منكز عن الفضلات هو أسمى بكده من كده بكتير مش بيكلم عن الفضلات وعن الخلاء مش بيكلم عن ما يخرج منك لما تروح الحمام الرب يسوع بيكلم عن نقطة أجمل وأروع وأسمى بيقول مش اللي انت بتاكله اللي بينجسك لكن اللي بيخرج من جوة قلبك هو اللي بينجسك الذي يخرج من قلبي من قلب الإنسان ليه وشرحه هو قال لأن لما التلاميذ ما فهموش أما تفهمون أن كل ما يدخل إنسان من خارج لا يقدر أنه جس بمعنى أنه أنا لو كلت مهما انكلت أي حاجة كله ده هيخرج مش هيتمسك بي مش هينجسني مش هيجعلني غير مقبول قدام الله طب أمال إيه اللي يجعلني غير مقبول قدامنا لأنه لا يدخل إلى قلبه بمعنى القلب يعني كيان الإنسان مشاعر وفكر قراراتك وفكرك وتوجهاتك يعني الفائدة أن أنت تكون بتغسل إيدك وسوري يعني بتشتهي امرأة قريبك الفائدة أن أنت تكون بتغسل إيدك وأن أنت بتحسد أو بتكره الفائدة أن أنت تكون بتغسل إيدك وجوك بغضة وبتفكر وإنت تصلي إنه بعد ما تصلي إزاي تخرج عشان تفجر واحد الفائدة ده كله ده اللي بتكلم عنه الرب يسوع قال إن الذي يخرج من الإنسان ده اللي كي ينجس الإنسان لأنه من الداخل يخرج هو لا يتكلم عن الفضلات من قلب الإنسان تخرج الأفكار الشريرة وذكر الرب يسوع هنا 12 نوع من الأفكار الشريرة التي تخرج من قلب الإنسان اللي بتنجس الإنسان وطبعا فيه لست أطول من كده لكنهم تكلم عن الزنا فسق قتل سرقة طمع خبط مكر عهارة عين شريرة تكديف كبرياء جهلة 12 أمر يخرج من قلب الإنسان الزنا ليس الفعل لكنه الزنا بيبدأ بالقلب الفسق ليس الفعل لكنه ده بيبدأ بشهوة القلب القتل ليس الفعل لكنه بيبدأ بالقراهية وبعدم قبول الآخر السرقة ليست الفعل لكنك تشتهي ما لقريبك الطمع الخبص المكر العهارة العين الشريرة التكديف كل هذه الخطايا بتنبع يا دكتور منقذ من قلب الإنسان وهذا هو الذي ينجس الإنسان وتتحول فيما بعد إلى واقع بالزبط لكنها بتبدأ بالفكرة وبتكبر من جوه القلب بالزبط هشكده قال جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان هل هناك تناقض ما بين اللي قاله الرب يسوع هنا وما بين العهد القديم الرب يسوعب الكلام عن موضوع مختلف موضوع مختلف نهائي مختلف ويريد تقرأ النص كله على بعضه عشان تعرف الرب يسوع كان بيتكلم على إيه لأنه كان بيتكلم على أمور أسمى بكتير من الأمور اللي أنت أدركتها من مجرد الإراءة السطحية للنص الكتاب وفعلا زي ما حضراك قلت قبل ما تقرأ النص هو كفاية إراءة النص بزر أنا مش أقول حاجة تاني يعني آخر آية حضراك ذكرتها جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان يعني دي واضحة وضوح الشمس طيب عندنا ناخد تليفون طيب ونكمل طيب معنا الأخ زيتوني أهلا بك أخ زيتوني تفضل عسامة عسامة دكتور عزم أهلا بك أخ زيتوني زيك نتم الحمد لله شوالك أنت دكتور عزم ومرحبا بيزيزي معك دكتور عزم أهلا وسهلا بك أخ زيتوني وبك بالله أنا لدي سؤال ومداخلة خفيفة أنت تعتقد ما تعتقد وهذا أعتقادك نحن نعتقد ما نعتقد والصحيح سنره يوم القيامة دكتور عزم أنا أحترم أنا عندما تدخلت وقلت لا يوجد مثل في عقيدتي أتكلم بهذا وأنت كذلك تعتقد بأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا النبي هو هذا أعتقادك وأنا أحترم أعتقادك وكل إنسان يحترم أعتقادك أولا ثانيا تتكلم عن دكتور سقارة أو ما لا أدري ما أنا يقول في يوحن الرسالة الأولى الآية التي تشتبها فإن الذين شهدون في السماء هم ثلاثة أنا ستتكلم عن الثلاثة الآن وهناك سؤال دكتور عزمي وأريد إجابة عليه الآن لو تكرمت يقول باسم الآب والإبل والروح الخدس نحن سؤالي هل الآب هو الوجود الإلهي كمل كمل أخزيتوني سؤالي بينعلم هل الآب ما أفهمه أنا كمسلم هل الآب ما تعتقده أنت هل الآب هو هو وجود الله والإبن هو عقل الله والروح القدس أي أن الله له روح هل هذا الاعتقاد صحيح أم لا حاضر أجاوبك على هذا السؤال وأشكرك على مدخلتك شكرا شكرا أخزيتوني طبعا الأخزيتوني يعني بيكلم أنه ليه أعتقاده وأنا ليه أعتقاده أوكي ويمكن الحاجة اللي بيكلم عنها أنه لما الرب يسوع أتكلم أنه ومتى جاء روح الحق الذي رسله الآب روح القدس المعزي طبعا لأنه الأخوة المسلمين بيستخدموا النص ده يقولك للدلالة على رسول الإسلام وأن الكتاب مؤدس تنبأ عن مجيء رسول الإسلام أنا من حق يا أخزيتوني أن أقولك أن هذا النص لا يتحدث عن رسول الإسلام نهائي لا لغويا ولا مضمون ولا صفاته ولا أعماله أن رسول الإسلام يكون مرسل من الرب يسوع ما تقبلش كده ولا أنه روح الحق ولا أنه داك يمجدني مش أنه هو يحاول أنه يغير في الرسالة وينفي الصليب وينفي الإيمان المسيحي فالآية لا تنطبق من قريب أو من بعيد على رسول الإسلام حاجة تانية يا أخزيتوني لما بنتكلم عن الثلوس وأنا يمكن عملت حلقتين ثلاثة عن الثلوس نحن نتكلم عن إله واحد عمرنا ما نتكلم على ثلاثة آلهة بايس الإيمان المسيحي بالثلوس الأقدس هو إيمان بإله واحد هذا الإيمان هو أسسنا من العهد الأديم إلى العهد الجديد حتى في العهد الأديم يقول لنا إيه اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك والعهد الجديد أيضا يكلمنا عن الإله الواحد خالق السماوات والأرض لكن هذه الوحدانية هي نقطة الاختلاف نوع الوحدانية هي نقطة الاختلاف بين إيماننا المسيحي وبين ما تؤمن به أنت تؤمن بوحدانية بسيطة مجرد ليس لها وجود نحن نؤمن بوحدانية جامعة الله بذاته الله بكلمته الله بروحه القدوس وعشان كده الكتاب المؤدس كلمنا حتى في الثالوس في الخلق وفي الفداء الله بذاته الله بروحه الله بكلمته هو اللي اشترك في الفداء واشترك أيضا في الخلق واشترك أيضا في عمل الكنيسة ووجود الكنيسة على الأرض فالموضوع أكبر من مجرد أنه هناك ثلاثة نحن نؤمن بإله واحد مثلس الأقانيم واحد في جوهره ومثلس الأقانيم عشت كده حتى بنقول أنه يعني هو جوهر واحد فلكن موضوع الثلوس أنا ممكن أخذ مرة ومرة تانية أحكي فيه بالتفصيل عن معناه وعن إيماننا المسيحي بإثلوس الأقدس لكن نأتي إلى جزء أخير في وقت لنا معنا وقت بس نتمنى نكون معنا طيب نأخذ الفيديو وبعدين الأخير ده ونرد عليه بسرعة هناك تناقض مرة أذكر أني تحديت بعض المسيحيين فقلت لهم إن حللتم لي هذا التناقض أصير مسيحية وأذكر أني تحديت القس تافار في هذا الموضوع وطلبت منه قس بروتستنتي وراعي الكنيسة العربية في بينا اسمه رأفة مشرقي يسمى في البالتو بالقس تافار تحديت هذا القس أن يحلي هذا التناقض السؤال الذي أبحث عن الجواب عنه حصلت بعض التجارب من الشيطان للمسيح مرة جربه على جناح الهيكل ومرة جربه على الجبل في أرشليم سؤال باختصار أي التجربتين حصلت أولا سؤال بسيط هل حصلت التجربتين نعم حصلت التجربتين أنا ما أسأل حصلت إلا ما حصل ولا أسأل عن الأبعاد الروحية للتجربتين سؤالي باختصار مين اللي حصل أول تجربة الهيكل ولا تجربة الجبل نبدأ بالإجابة متى أربعة على خمسة ثم أخذه إبليس يعني أخذ المسيح إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل إلى آخر التجربة ثم 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 أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها إلى آخره أي تجربتين حصلت أولا الهيكل ثم سجلوها عندكم إذا سمحتم سجلوها في دفاتركم حسب متى جناح الهيكل ثم الجبل ثم الجبل إنجيل لوقة في الإصحاح أربعة له رأي آخر يقول ثم أصعده إبليس إلى جبل عال طيب هو الفكرة وصلت الحقيقة إحنا كان نفسنا نعرض الفيديو بالكامل بس أعتقد المشاهدين وصلت لهم طيب أنا بس على ناس أسأل سؤال دكتور منقص طيب لو اتحلت المشكلة دي إزاي نعرف أن أنت هتنفذ الكلام بتاعك وتقبل المسيح طيب اتفضل أولا يعني إحنا عايزينك تقبل المسيح مش على أساس أنه هناك تحدي آه طبعا عايزينك تقبل المسيح على أن أنت اقتنعت عمل روح الله في حياتك فقبلت المسيح طيب في عجالة أنا في عجالة مش أتكلم عن الأبعاد الروحية وعن وأخذوا كلمة اليوناني برالنبان وإنه رافقوا وليس كلمة يعني وإن رب يسوع راحل تجربة مقاد بالروح القدس يعني فده عمل الروح إلى أخذ النقطة اللي هو بالنسبة له بتمثل عائق كبير الترتيب هو الترتيب المعجزات فمتى زي ما أنا حطيتهم هنا في سلايت متى كلمني الأول عن تحويل الحجارة إلى خبز وبعدين أخذوا إلى المدينة المقدسة وأوقفوا على جناح الهيكل وبعدين خذوا وأراه جميع على جبل عالي وأراه جميع ممالك ممالك العالم لؤة شوية مختلف لؤة حط الأولانية زي الأولانية بالزبط ما فيش فرق بين الأولانية في متى والأولانية في لؤة لكن لؤة حط التالتة التانية والتانية التالتة يعني فحت أخذوا على جناح الهيكل رقم 3 بدل ما تكون رقم 2 في ماتة فأي الترتيب هو الأصح وطبعا الافتراض على طول بما أنه الترتيب فيه غلط يبقى الموضوع فيه خطأ طيب أول حاجة ماتة ذكر لنا التجارب الثلاثة بحسب الترتيب الزمني احنا لازم نعرف الغرض من كل إنجيل لأنه زي ما قلنا أنه كل إنجيل له غرض وأوقات مش بيكتب الأشياء بترتبها الزمني لكن بيكتبها بترتبها الموضوعي أو ترتبها اللاهوتي فليست مجرد بس واحد بينسخ أو واحد بيكتب واحد اتنين ثلاثة دي حاجة فمتى ذكر لنا المعجزات بحسب ترتبها الزمني لؤة ذكرها لنا بحسب المكان ذكر لنا اللي حصل في البرية وذكر لنا اللي خدت مكانها في الهيكل على جنيح الهيكل في أرشاليم فاثنين في البرية واحدة في أرشاليم لكن في عبارة يا دكتور سقار لو أنت قريتها ممكن تكون مفتاح الحل اللي أنت بتدور عليه العبارة دي ختم بيها لؤة كلامه عن تجربة المسيح ولم يذكرها متى الآية دي بتقول إيه ولما أكمل هنا بيكلم على التجربة ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين حط تحت كلمة إلى حين خمسمائة خط لأنه ده الحل يا دكتور منقز كل الحل موجود في العبارة دي فارقه إلى حين بمعنى إين من أول ما تولد الرب يسوع وهناك مقاومة شيطانية من عدو الخير لكي ما يفشل في تتميم الفداء مرة في هيرودس الذي أمر بقتل كل الأطفال واضطر الملاك يقول لي يوسف ياخد مريم ويوسف وينزل بهم إلى مصر ومرة أخرى هنا في التجربة لأنه لو فشل المسيح كإنسان كامل في التجربة يبقى ليس كفئا لخلاص الإنسان وهي لازم يكون بلا خطيئة وبعدين في الأرواح الشريرة والمقاومة التي كان يسوع يواجهها في كل خدمته لكن ذروة المعركة هي في جثيماني في الصليب وعشان كده البشير لؤ وهو بيكتب هنا بقول الفارقة والحين المكان المعركة أرض المعركة هو أرشاليم وعشان كده أنهى لوءة الكلام عن أرشاليم علشان يقول أنه هتيجي وقت في أرشاليم عندما يعني إبليس وكل جنوده يحاول أن يميت المسيح فلا يتمم الخلاص لكن بموت المسيح يتم الخلاص في أرشاليم في الجلجوسة على الصليب وعشان كده اهتم لوءة أنه يحط آخر تجربة على أنها مجرد بداية للحرب وليس نهاية للحرب وأنه هيرجع تاني يحربه تاني حطها في آخر واحدة يعني متى مرتب ترتيبه لغرض بزمني بغرض زمني بالزبط بهدف مش كده بالزبط ولوءة برضو ترتيبه لهدف بالزبط يعني ده مقصود الهدف علشان يقول أنه فاركوا إلى حين بس هيعود هيعود اليه تاني في معركة نهائية هي في الصليب بشكرك دكتور أشرف جدا على هذا التوضيح المختصر السريع وحقيقة كان فيه مدخلات تانية بس أنا فضلت أن حضرتك يعني تجاوب وتوفي الإجابة على قد ما تقدر على هذا السؤال المهم جدا والجديد ممكن برضو كتير قوي ما يعرفوش هذا الترتيب الزمني والموضوعي وإلى آخره شكراك دكتور أشرف شكراك بشكركم مشاهدينا في كل مكان صلوا من أجلنا واسكرونا في صلواتكم إلى أن نلتقي معكم في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب ولكم مني كل الشكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر